مساءكم أعمال تقود إلى جنة تجري من تحتها الأنهار لا وداع فيها ولا فراق ولا هم ولا أحزان اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا محبة الكرام لا تنتهي كما النجوم في السماء لا تختفي والرائعون الذين يحملون طهارة النفس وجمال الروح دوما نبحث عنهم ونطمئن عليهم أسعد الله أيامكم بكل خير وحفظكم الله من كل مكروه وشر وزادكم الله من فضله وكرمه غفر الله لنا ولوالدينا ومن لهم حق علينا وصلوا على أفضل خلق الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم عاملين إيه؟ يارب يكون الجميع بخير لو أنتم بتشاهدوني الأول مرة متنسوش لايك واشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله بحبكم في الله ويلا نبدأ يوم جديد وصوف جديد إن شاء الله يعني من صوف من المعجنات إن شاء الله أتمنى أنه يعجبكم هنعمل إيه؟ هنعمل عجينة العشر دقايق بشكل بسيط إن شاء الله يعجبكم ونعملها بشكل مختلف شكل زهرة أو شكل وردة يعني زي ما بتحبه يلا نبدأ مع بعض ونشوف إيه المقادير عندي كبيتين دقيق وعندي كبيت حليب عندي معلقة كبيرة سكر ثلاث معلقة زيت ممكن تستبدليهم بزبدة وعندي بيضة وعندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونص معلقة ملح ونص كمان معلقة صغيرة من البيكنج بوضع دي المقادير ويلا نبدأ بقى الطريقة بحط كل حاجة على بعضيها بحط الخميرة على السكر على الزيت مش هحط كل الحليب أشوف شوية يحسن العجينة معايا ما تستوعبش كل الحليب يعني ما تحطيش الكمية وزي ما قلتلكم قبل كده الدقيق ممكن يعني بيختلف من مكان لمكان فأحسن شيء ضيفي شوية شوية أو لو أنت هتعملي كمية أكبر خلاص مش إشكال هتضيفي كل الحليب وبعد كده هتضعفي شوية من الدقيق ولازم ندوب كويس جدا علشان الخميرة إيه تدوب معايا والسكر لازم السكر مع الخميرة علشان يبن مفعولهم والحليب يكون دافي لو أنت مفيش حليب سائل هتحطي حليب إيه هتحطي 3 معالق كبيرة من الحليب البودر وتحطي عليهم كوباية من المية الدافية وقلب الخليط ده كويس جدا وهعمله إيه هغلفه بقى بستريتش رول وسيبه لمدة 10 دقائق يعني ما تسبيوش أكتر من كده ممكن 5 دقائق كمان هتلاقي الخليط كله اختلط مع بعضي وغى على طول اختمر ونحطه 5 دقائق أو 10 دقائق ونشوف مع بعض هيكون إيه شكله بحطه في مكان دافي وبرجع لكم وبعد ما مرت معايا الخمس دقائق أو العشر دقائق هشوفه بقى اختمر مع بعض احنا شايفين إنه ضاعف شوية يعني الخميرة اختمرت شوية مع الحليب الدافي اللي احنا حطيناها أحوش الستريتش رول وأوريكم بقى هنعمل إيه بعد الخطوة دي نحركه طبعا شوية وبعد كده أضيف إيه أضيف البيضة البيضة هحوش منها نصف السفارة علشان أتهن به الوش مش هحط يعني بس أحوش جزء إيه من السفارة علشان أتهن به وأحط بقى بقى البيضة وأحط كمان إيه أضيف عليها الزيت أنا بحب أحط الزيت في الخطوة دي مش بحطه في الأول أول شيء بنحط بس الخميرة مع الحليب والسكر وأضيف الثلاث معالي الزيت وممكن نستبدله زي ما قلت لكم بزبدة نسيحها شوية بتدي طعم حلوة جدا للفطيرة دي وطبعا الدقيق أضيفه شوية بشوية وأهم شيء في المعجنات أول لما تعملي المعجنات أو حاجات زي كده لازم لازم الدقيق يكون منخول مرة أو مرتين هتفرق كتير معاكي هتطلع قطنية وهشة جدا وخفيفة وطعمها لذيذ جدا فانخيل الدقيق مرة أو مرتين وأفضل أضيف بقى الدقيق شوية شوية لو أنت ما عندكيش مثلا عجان أو هتقدري تعملي بإيدك هتعمليه بالطريقة دي أنا مرضيتش أعمله بعجان عشان اللي قال لي أنت بتستخدم العجان كتير أنا هو باستخدم إيدي يعني مش محتاج عجان ولا شيء ممكن تعمليه بإيدك أو ممكن لو كمية كبيرة بتحطيه في العجان وأضيف شوية شوية من الدقيق وأضيف كمان نص معلقة ملح مع نص معلقة بيكنج بودر وأقلب الخليط طبعا شوية شوية لو لقيته تقل معاكي في المضرب السلك اللي أنت بتعملي به خلاص بقى عجني بإيدك لحد أنا عايزة العجينة ما تلزقش في إيدي شايفين العجينة ما فيهاش خلاص مش بتلزق في إيدي كده أعرف أن العجينة تمام معايا هروح بقى عملة إيه هقسم العجينة دي لستاشر قطعة أنا هاخد منها بس هاخد نص العجينة وهقسمها على كام على تمن قطع الزهرة اللي أنا عايزة أشكلها معايا دي بتتشكل بتمن قطع فهعملها بقى تمن قطع زي ما أنتوا شايفين كده أقسمها نصين وبعدين نصين كمان يبقى كده معايا تمانية وأكور بقى كل قطعة لوحدها أكور بقى كل قطعة لوحدها وأعملهم زي إيه زي الكور وأسيبهم خمس دقايق كمان يختمروا معايا يبقى كده خمس دقايق في الأول العجينة وبعدين خمس دقايق دلوقتي يبقى كده إيه العشر دقايق علشان كده سموها عجينة العشر دقايق أسيبهم يرتاحوا الخمس دقايق وارجع لكم كده بعد الخمس دقايق شايفين العجينة ترتاح شوية وتختمر شوية بسيطة هعمل إيه دلوقتي لو العجينة لقيتها بتلزق معاك هتحط لها شوية دقيق بسيط بس أنا ما حبش أنك تحط لها دقيق علشان تلزق معاك وأنتي بتشكليها وأفرد الكورة دي أفردها تكون يعني مستطيلة أو بيضاوي نفردها بيضاوي بحيث أن أنا خليها رقيقة معايا العجينة دي بتعملي فترتين من الفطير دي يعني بعمل فطيرة وبخلي فطيرة تانية بشيلها هفضل أعملها كده أخليها رقيقة جدا بين الشابة بقى بأي حاجة عندك أو ممكن تفريديها بإيدك زي ما بتحبي والحشوة طبعا ترجع لكم أنا هحشيها إيه؟ أنا هحشيها لبنة وهحط معاها شوية من السماء تحبوا تحشوها لحمة مفرومة تحبوا تحشو دجاج مفروم شورمة يعني اطلقي لخيالك زي ما بيقولوا اطلقي لخيالك العنان تحط فيها أي حشوة بس أهم شيء لو أنت هتحط أي حشوة لحمة أو كده ممكن تحط شوية من اللبنة على الأطراف أو جبنة مثلا سيلة أو أي جبنة أنت عندك المهم تحطيها على الأطراف علشان تلزق معاكم أنا عملت قبل كده الفطير دي معاكم في رمضان نفس الشكل ده بس ما عملتهاش على شكل ظهرة فهي بنشكلها ممكن نعملها أشكال كتيرة جدا يعني تفنيني فيها زي ما انت تحبي اليوم هعملها على شكل الظهرة دي بتدي شكل لذيذ وخصوصا اللبنة كمان لو عندك شوية أورجانو هتحطي عليها بتبقى لذيذة ممكن تعمليها كمان زي عجنت البيتزة تحطي صوس البيتزة وتحشيها زتون معجبنا موزاريلا شيدر زي ما بتحبه يعني أنا بس هحطي لها إيه هحطي لها لبنة ومعاها شوية من زيت الزتون وسماء بس الفطير دي بتطلع مش عايزة أقولكم تطلع إيه لذيذة جدا وهشة وشكلها شيك جدا لو عملتها قدام ضيوف أو اللي عملتها لولادك هيحبوها جدا وياريت نخلط دقيق أصمر مع دقيق أبيض علشان يبقى صحي أكتر علشان تكون صحية أكتر يعني هعمل إيه هجيب صنية تكون مدهونة بالزيت وأبدأ بقى أحط الكرة اللي أنا عملتها على الشكل ده زي القارب كده شوية أحطها بقى جنب بعضيها ونعمل كل الأشكال بنفس الشكل أعمل كل الكريات اللي عندي دي بنفس الشكل أحط شوية من اللبنة أو شوية من الجبنة على الأطراف وأقفلها كويس جدا وأشكل بقى شكل الظهرة معايا هوريكم شكلها دلوقتي هتطلع إيه معايا يعني لو حطيت واحدة أو اتنين هتعرفوا الشكل الباقي إزاي هنشكل شكل الظهرة تطلع لذيذة جدا طيب العجينة التانية اللي معايا هعمل فيها إيه اللي أنا خليتهم تمانية هعمل نفس الظهرة دي نفس المعجنات دي هعملها وهشيلها زي ما هي كده في الفريزر أشيلها في الفريزر وأحفظها الوقت اللي أنا عايزة أطلعه خلاص أسيبها تفك المدة ساعة وبعد كده على طول على الفور شايفين شكل الظهرة بقى إيه معايا هو ده شكل الظهرة هنحط كل الكور اللي إحنا عملناهم بالشكل البيضاوي ده هحطوهم بنفس الشكل ده شايفين شكلها شكلها شيء جدا تطلع شكلها تحفة يعني أحلى من الصور كمان وهبدأ بقى إيه أحط في الفراغات اللي هي مجوفة دي هحط فيها لبنة زعتر زي ما قلتلكم أي حاجة أنتو بتحبوا حشوة تحطوها ممكن تحطوها بتحطي الحشوة اللي انتو بتحبيها أنا زي ما قلتلكم حطة لبنة وحطة كمان شوية زيت زتون وعليها إيه عليها سماء شوية أرجانو كمان مش هيقول لا هيديها طعمة وريحة هتطلع يعني فعلاً فعلاً خطيرة فطيرة خطيرة فعلا هعمل كل الورود بنفس الشكل كده وأحط عليها شوية من السماء تكسر اللون بتاعها طيب هاجي في النص هعمل إيه أجي في النص أجمع العجين مع بعضه أدوس عليه كده بحيث إيه على بال لما أنا هعمل كله ده وحط اللبنة هي هتكون كمان اختمرت شوية خلاص مش هسيبها تاني تختمر ولا حاجة هروح لما العجين اللي في النص ده وأضغطه شوية بإيه بكوباية عندي بالأعر بتاع الكوباية أضغط عليه شوية علشان يديني إيه نفس الشكل وأحط في نفس الشكل ده برضه لبنة مع زعتر أو مع سماء مع زيت زاتون وهي دي الفطيرة الزهرة زي ما أنتو شايفينها جدا شكلها شيك جدا جدا متطلع في الشكل وفي الطعم كمان قطنية وحلوة جدا طيب مش هسيبها تختمر تاني خلاص أنا كده خلاص هتهن بقى إيه الأجزاء اللي باينة دي بشوية من الصفار البيض اللي أنا شلته اللي قلتلكم أنا ما حطتش كل البيضة هتهن بقى الصفار علشان يدي للفطيرة لون حلوة كده وشيك وبعد ما نتهنها يلا بينا على الفرن لو عندك الفرن بيشتغل من فوق ومن تحت أو ممكن تحطيها من تحت على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا مش بتاخد العشر دقايق زي سوى البيضة كده بتاخد عشر دقايق وتكون فطيرة الزهرة جاهزة معي يلا نحطها في الفرن نستوديحها لها وأشوفكم إن شاء الله بعد ما تطلع من الفرن ونقدمها مع بعض وطلعت معي من الفرن بالشكل اللي انتو شايفين وشكلها لزيز جدا بغطيها بس تهدى شوية ونطلحها مع بعض في طبق التقديم وكده زي ما انتو شايفين حطتها في طبق التقديم شايفين شكلها شكلها فعلا فعلا تحفة وطعمها لو دقتوها خطير اعملوها بنفس الطريقة وبالحشوة اللي انتو بتحبوها إن شاء الله هتطلع معاكم أحلى فطيرة من اللي هي عجنت العشر دقايق تطلع لزيزة جدا هشة وقطنية وأكيد شكلها بيين عليها يعني لزيزة جدا إن شاء الله هتعجبكم شايفين قطنية خالص ولزيزة فضيعة يعني هنقطع واحدة ونشوف مع بعض شايفين وأنا كمان حطت لها من فوق شوية قبل ما حط السماء حطيت اللبنة وبعدين حطت لها شوية من الجبنة المزرلة تديها طعم شوية علشان إحنا عارفين إن اللبنة هادية شوية ما فيهاش طعم فحطت لها شوية من الجبنة المزرلة شايفين شكلها بيشد طبعا معايا من الجبنة نفسها أتمنى إن هي تعجبكم يا رب وتجربوها إن شاء الله لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله أشوفكم في فيديو جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر